أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب وقضاياهم وخلال مشاركته في احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو لمناسبة عام الإيسيسكو للشباب أضاف مدبولي أن إطلاق أول نموذج محاكاة لشباب العالم الإسلامي بمجالات التربية والعلوم والثقافة يعد مبادرة قيمة تؤكد الحرص على منح الشباب حقهم في الأخذ بزمام المبادرة والحقيقة يمكن السيد الرئيس يولي قضايا الشباب شديد الأولوية وشديد الاهتمام ودائما بتأتي على قمة أولويات الدولة المصرية وفي كل المحافل دائما فخامة الرئيس بيحرص على إبراز تقديره الشديد لدور الشباب في النهضة التنموية اللي بتحسب في مصر النهاردة وحرصه الشديد على إدماج الشباب في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقيقة أن إطلاق أول نموذج محاكاة لشباب العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة هي مبادرة قيمة نابعة من حرص السيد الرئيس على تهيئة وتأهيل وإعداد الشباب ومنحهم حقهم في الأخذ بزمام الأمور والتعبير عن تموحاتهم وأهدفهم ورؤيتهم في الحياة ترجمة نانسي قنقر